وفي شأن متصلنا أيضا أقيمت محاضرات بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية دورة 2017 في كل من الدائرة الثالثة والسابعة والثامنة تناولت هذه المحاضرات حقوق المرأة ودورها في المجتمع تقرير عباس بكار مصطفى ضمن سلسلة الاحتفالات بالأسبوع الوطني للمرأة الشادية جاءت هذه المحاضرات التي نظمتها إدارة بلدية الدائرة الخامسة على شرف نساء الدائرة بدعوة من عمدة البلدية النائبة الثانية التي تحدثت بقولها أن للمرأة الشادية دورا هاما في عملية التنمية وذلك من خلال مشاركتها على العملية في مختلف المجالات ثم عقب المحاضر الذي تناول ثلاث محاور وهي على الفرص والحقوق والآفاق وهي العوامل تجعل من المرأة شريكا أساسيا في نحضة البلاد وشدد على ضرورة نبز العنف واستقلال المرأة بصورة سيئة ومن جانبه عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالي موسى فقد شجع النساء ودعاهن إلى الاهتمام بالتعليم والصحة وبذل الجهود من أجل الارتقاء بمستوى هياتهن وفي ذات السياقة شهدت الدائرة السابعة مؤتمرا نقاشا تهت شعار الاستقلالية الاقتصادية للمرأة في عالم مليء بالتطور وفي بداية المناسبة أوضها عمدة الدائرة ميكايل جبرين محمد عن دور المرأة في المجتمع كما أضافت المؤتمر جارباي شانتال في خطابها عن مشاركة المرأة الشادية في جميع المجالات الإدارية نسبة لارتفاع نسبتها السكانية حيث تخلل المعتمر طرهي كذا أسئلة من الحاضرات حول الموضوع وضمن الأنشطة الأسبوعية التي تسبق اليوم الدولي للمرأة فقد احتفلت النساء بالدائرة الثامنة بحيث أن هذا الأسبوع يسمح للنساء لتبادل الأفكار ومناقشة الصعوبات التي تعاني منها المرأة بشكل مستمر كما وجهت عمدة الدائرة الثامنة فاطمة يهيى نساء الدائرة بمشاركة فعالة في المشاريع الصغيرة كما أن في المركز الاجتماعي قامت نساء الدائرة بمحرجان لتعاليم النساء المشاركات عن كيفية صناعة الصابون وكذا العصائر والمشروبات